الفريق طيب الحمد لله يمكن نقدر دلوقتي نطمئنه اكتر ونقرب شوية من الصورة في مقر النادي الاهلي في الجزيرة مع الزميل العزيز كريم احمد موفد قناة الاهلي المتواجد حاليا في ملعب التتش بالجزيرة كريم مساء الفل عايز اتطمن اولا عليك وعلى الزملاء في درجة الحرارة المنخفضة والامطار الشديدة في الجزيرة والتدريب ممكن يبدأ امتى بالزبط باذن الله مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحاليك والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي يعني الحقيقة نقدر نقول بقى فصل الشتاء بدأ امطار ورياح وقتربة يعني النهاردة ممكن يوم صعب شوية لكن يعني ان شاء الله باذن الله بيقاش ليه تأثير على تدريب فريقا للنادي الاهلي باذن الله يعني في خلال عشر ده ان شاء الله محمد يعني ينطلق التدريب بعد عودة من اجازة اسبوع كلنا طبعا عارفين ان الاندي الاهلي بعد مباراة اللجونة الاخيرة كانت فترة راحة لكن فترة الراحة الحقيقة ما كانتش اسبوع دايريك لا كان فيها تلات ايام الحقيقة راحة تم ثم بعد كده كل فطبعا كل من اللاعبين اللي متوجدين طبعا بيه برنامج تم تنفيذه على اكمل وجهة كالعادة لان انت عارف الفترة مش هينفع تطول لان انت عندك تلاحم بكبير جدا في المباراة وعودة للبطولات فكان امر مهم جدا يكون فيه برنامج دقيق جدا من الجهاز طبعا لطبي وايضا كمان مخطط الاحمال بالتنسيم مع ميستر كولر اللي بنأكد طبعا على عودته بالكامل مع الجهاز ان شاء الله يقود المران النهاردة مع فريقا للنادي الاهلي عايز ابدأ معاك محمد في البداية يعني امكان اول ما دخلنا ملعب مختار التيتشي شوفنا الحقيقة علي معلول بيوصل البرنامج التأهيلي معنا احنا عندنا عدد من اللعبين يعني بيوصلوا البرنامج التأهيلي وعدد ايضا كمان ان شاء الله يكون متواجد معنا بمشيئة الله على مدار الايام القادمة انت عارف وبذكرك وبذكر كل مشاهدي قناة النادي الاهلي امكان ميستر كولر طلب ببرنامج خاص لكل طبعا اللعبين اللي بيقوموا بها عاملات التأهيل على رأسهم السلية اكرم توفيق علي معلول وامتولي واخيرا طبعا ريدا سليم بس ريدا سليم طبعا هو اطمئنان بشكل كامل على مدى تنفيزه للبرنامج الموضوع اللي ان شاء الله باذن الله يعني على منتصف في يناير ده اللي احنا المعلومة اللي عندنا يكون متواجد بمشيئة الله مع فريق النادي الاهلي النادي الاهلي يبدأ اليوم الاستعداد لي مدياما الغاني العودة من جديدة محمد البطولة الافريقية بنعمل بمشيئة الله باذن الله ان شاء الله لعبت النادي الاهلي يكون الرغبة كبيرة جدا للهدف البطولة طبعا بالنسبة لنا لكن احنا ماشينا خطوة بخطوة وده اللي معودنا عليه النادي الاهلي النهاردة يكون الاستعداد لكن الطقس الحقيقة في صعوبة يعني ممكن يأثر على التدريب الهوى جديد شوية محمد بيبقى في صعوبة شوية في تنفيز الجمل في الحاجات اللي فيها شوتينج او كروسات وكده فلسه هنشوف البرنامج التدريبية يكون ازاي النهاردة او الجرعة التدريبية الفقرات هتكون شكلها عامل ازاي لكن كمان برضو بنذكر للناس ان اكيد انت طبعا قلت هذا الامر في البرنامج ان كل لعبين طبعا لعبي المنتخب الوطني خدوا 24 ساعة راحة يكونوا متوجدين بمشيئة الله مع فريق النادي الاهلي غدا لاستكمال البرنامج او الاستكمال الاستعداد بالكامل ان شاء الله خلال ايام القادمة بإذن الله محمد تكون جرعة تدريبية قوية لفريق النادي الاهلي اليوم نهاردة مش هنقدر تقول ان هو تدريب طبعا لقد النهاردة ما يكون فيه كلها حاجات طبعا نظري وحاجات عملي بس بشكل بسيط لان العودة يمكن بعد اسبوع بتكون محتاجة تدريج تدريج في التدريب تدريج في الجرعات التدريبية فيارب ان شاء الله بإذن الله يكون الاستفادة جيدة جدا لفريق النادي الاهلي سواء نظري او عملي نهاردة محمد بمشيئة الله طيب كريم عايز اسألك على علي معلول يلحق مطش السبت اللي جاي امام دياما ولا لسه شوية يمكن معانا متسع من الوقت برضو محمد انا شايفه يعني بيجري 70% في حاجات بالكورة بيعملها فدي ممكن مرحلة متقدمة بشكل كبير جدا وجوده طبعا في التشكيل الاساسي او على دكرة البودلاء هي تكون رؤية طبعا للجهاز الطبي والجهاز الفني لكن الحقيقة اللي احنا شايفينه من البرنامج التدريب ممكن يكون علي وصل للمرحلة الاخيرة في التأهيل ان شاء الله بإذن الله يكون متواجد لكن برضو احنا معانا لسه بنقول متسع من الايام ممكن نهاردة يكون الدرب لوحده وغدا ممكن ياخد جزء تدريجي من التدريب الجماعي بالكامل وتحديدا تدريب الكورة الحاجات بقى اللي احنا محتاجين نشوفها الاسبرينتات التاكلينج الاشتراكات الحاجات دي بيكون مهمة جدا بتطمنك على حالة اللعيب وعلى حالة جهازيته ان شاء الله بإذن الله لكن اللي احنا شايفينه ان علي ممكن يعني غدا وبعد غد ينزل تدريجي كده مع فريقا للنادي الآلي في الجرعات التدريبية بإذن الله محمد يكون جاهز ان شاء الله بإذن الله هل لاحظت يا كريم في الملعب ان فيه تصعيد بعدد كبير جدا من قطاع الناشئين في ظل ان الآلي حاليا يعني فيه 13 لعب أو 14 لعب موجودين في كل المنتخبات سواء الأول أو الأولمبي أو الشباب أو حتى منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب مالي بالإضافة لده النهاردة كمان يعتبر أول تدريب فأعتقد كمان إمام عشور وحسين الشاحات موجودين النهاردة في المران مع الفريق هي نقطة مهمة جدا محمد طبعا يعني العدد كبير الحقيقة لكل اللعبين اللي متوجدين فيه المنتخبات فيمكن بالتحديد مستر كولر في هذا الأمر بيحاول ان هو يصعد عدد من اللعبين بيكون تنسيق بشكل كبير جدا طبعا مع قطاع ناشئين كابتن نيد سليمان طبعا بيكون أمر مهم النهاردة أكيد هنشوف عدد من اللعبين لأن الفجوة كبيرة جدا والعدد كبير يعني في الشكل التدريبي وفي المربعات وفي البرنامج التدريبي اللي بيوضع على مدار اليوم بيكون أمر مهم جدا أنت يكون عندك زيادة لأن انت عارف طبعا يعني مستر كولر تحديدا بيحاول ان هو يقوم بعمليات بيكون فيها تصحيح للأخطاء لكن في نفس الوقت لازم يكون في عدد عشان تقدر ان انت تقيم عليه بشكل كبير فهم من الواضح طبعا احنا منتظرين كل اللعبين تكون متواجدة طبعا خلفنا في ملعب مختار تش لكن من الواضح ان يكون في عدد من قطاع ناشئين متواجد مع فريق النادي الآلي تدريبي اليوم وممكن كمان تدريبي الغد لأن تدريبي الغد لعيبة اللي هترجع طبعا من المنتخب مش هتاخد جرعة تدريبية على قد ما هتاخد جرعة بسيطة فان شاء الله بإذن الله يكون استفادة بشكل كبير جدا سواء للعيبة اللي بيكون معانا من قطاع الناشئين او للعيباتنا اللي ان شاء الله بإذن الله بنتمنى لهم كل التوفيق في الاستعداد يوم بعد يوم ان شاء الله بإذن الله نرجع من جديد يعني روح المعنية يكون موجودة اللي يقلل بدنيا نستعيدها بشكل كبير جدا لأنها مرحلة مهمة محمد المرحلة القادمة بداية من مدياما الغاني فريق اكيد فريق مميز وعنده طموح لكن ان شاء الله طموحنا يكون اكبر رغبتنا يكون اكتر وان شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الاهل كريم احمد مفد قناة الاهل بشكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من مقر النادي الاهل